بينما يتصاعد القصف الإسرائيلي ويتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة باستهداف المدنيين والكوادر الطبية تتصاعد أيضا الخلافات الحادة والتوترات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي اتكشفت مصادر هيئة البت الإسرائيلي أن التوتر داخل مجلس الحرب في الحكومة بلغ ذروته خلال الأيام الأخيرة في وقت بدأ أن رئيس الوزراء بنيام نتنياهو والوزير في مجلس الحرب بني جانس لم يتحدث مؤخرا إلا نادرا ويرجع ذلك الخلاف جزئيا إلى شكوك نتنياهو في وجود قناة مباشرة بين جانس والأمريكيين في حين انتقد الوزير الآخر في مجلس الحرب غادي أزنكوت رئيس الوزراء بعد أن امتنع الأخير عن إبلاغ أعضاء المجلس بالقرارات التي اتخذها بشأن منع الوفد من الذهاب إلى القاهرة لمناقشة صفقة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة معتبرا أن ما فعله نتنياهو سلوك خطير يتناقد مع الاتفاقات التي على أساسها تم تشكيل مجلس الحرب وأنه من غير المقبول أن يتخذ رئيس الوزراء هذه القرارات بمفرده ومع التطورات السابقة كشفت مصادر من البيت الأبيض عن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن بنتنياهو وكان الاتصال متوترا جدا على حد وصف مصادر بالبيت الأبيض حيث حمل بايدن نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في فوضى في المقابل عبر نتنياهو عن رفضه بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين مشددا على أن إسرائيل لن تتوصل إلى تسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة أما في الداخل الإسرائيلي وفيما يخص أهالي المحتجزين فقد تظهر العشرات منهم أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وقاموا بقطع الطريق من أجل الضغط على الحكومة لإتمام صفقة تبادل المحتجزين وهكذا يرى الجميع نتنياهو وكأنه فقد صوابه في وقت يتعامل فيه رئيس الوزراء بسياسة لا أريكم إلا ما أرى وهي السياسة التي يتبعها غالبا من يلتقط أنفاسه الأخيرة